أرغبنا للخير للبلاد، أشياء اللي فهم صلاح هذه للبلاد نحن معها؟ ضرارية مادية وجيسمانية واللينا مسترعيسيا نكتر من القياس اللي فقد العمال ديال ومبقاوش مشوف حاله منسل السحب ومبقاوش خدمين في لافاج طاوام ولا كطمو عراه الماكسيموم في الدير وكتوصلين إلى 300 درهم إلياس مصير من لافاج في مدينة سلا إحنا من المتضرارين ديال هذا الإغلاق هذا وليوم جينا كاملين شمعنا مع الناس ديال العمالة باش لقاعوا واحد الحلول الباديلة وحنا جينا سلميين كان طالبوا بالحقوق ديالنا وكان طالبوا بالسئنا في العامل وخبعدة غير رفد للمداد ديال شهر رمضان في حنا في الحمامات اليوم جمعنا بالنس ديال العمالة قال لك باللين إن شاء الله رأى غادي تكون الحلول قبلونا مزيان صراحة السيد اللي أدر معنا زيان معنا مزيان وعطانا بإن الكيل الحلول قال لك بالليراء غادي ننخدمه إن شاء الله لإنبي الحلول اللي كاينين بالمياه المعالجة قال لك بإن المياه المعالجة كاينة باكتراف مدينة سلا وخاص غير ذاك المحطات التي يزيدون منهم المحطات اللي غادي ننخدم منهم من المياه يتزادون لأنهم كي ننقلها في مدينة سلا وبالنسبة للسئنا في العامل في هذه المدة لرمضان نحن طالبنا بالتلحق هذا بعدها بغينا نخدمه في هذا رمضان قال لك باللين إن شاء الله غادي يكون واحد القرار في 48 ساعة ولا 24 ساعة خاصهم يجمعوا واحد الجهات معنية وغادي يشوفوا إن شاء الله بشي يعطونا الحق باش نخدموا إن شاء الله في هذا الرمضان المبارك الحوار حنا صراحا نضمنا واحد الجمعية دينا وكي ترسا عنا رئيس السيد زوهير والحمد لله إحنا كان هذا الأمور دينا مقدز عماما مع الناس المعنية الأمور القانونية وإن شاء الله غادي كن آمنوا بدل المجودات اللي نديروا وغادي نلقى حولون إن شاء الله مع الدولة وحنا مع القرارات ديال الدولة وحنا مع القرارات ديال الشرشيد المياه وبغينا للخير للمياه We want our products to help us turn to the good! أمين صاحب محل غاصل سيارات نفسه ما هو الصباح لا من طالب دينا سيئنا في العمل دينا حتنا الي جا القرار ديالتشد بير المياه لم يساك شاء الله للإغلاق والإغلاق سبب لنا في مشاكيل كثيرة بزاف منها بأن العمال الذين هون خروفهم معنا لم نبقى لدينا القدارات بإن خلصواهم بمشاولنا وكانت الكثير للإخوان المحلات ومسدوا وأضرار هي مادية وجيسمانية ومشاكل المشاكل ومسطريسيين كتير من القياس المطالب دينا نحن دفعنا واحد طالب استعطاف للسيد العامل بأنه نستأنفو الخدمة دينا غيب رمضان بحنة بحل الحمامات وعلى علم بأنه القرار الذي جاء لنا وعلى الحمامات نستأنفو الخدمة في شهر رمضان وشهر رمضان الكاري مرة معروف بأنه رحناية لا تنخدموه فيها النار كاميرا لا تنخدموه فيها خمسة ديس السوية وبالنسبة للحلول مع النس في العمل بأنه لدينا حلول ومقشارات ومقشارات دراسات يعني خصمهم يعطينا وقت يقلسوا معنا ونحلوا لهم نوري ومشنوكين مقشارات الأخرى نحن عليهم بأول حاجة أعطيناهم ميوتبيت بأن هذا الميدان هذا بأنه محقور ولا يستهلك شلمة لا يستهلك شلمة لدينا فكشورة تأتينا 300 درام لا يستهلك شلمة لدينا قطعة أخرى تأتيهم 1000 درام أو 3000 درام ونحن عائرات المياه ونحن ضد القرارات لا يجب أن يكونوا قرارات صائبة لما يؤثروا علينا وعلى عائلاتنا فاطم زهر المدكوري صاحبة محل لغاج أغسل السيارات اليوم يأتينا هنا باش نوصلوا الصوت دينا للسلطات ونعبروا على رأي دينا بأننا نضرنا من جراء الإغلاق والقرار دي الإغلاق المجحف اللي كان ضد أصحاب مغاسل السيارات وفعلا استقبلنا سيد رئيس الشؤون الداخلية ووعدنا بأننا احنا طرحنا عليه حلول وطرحنا عليه بأننا فلافاج كنستعملوا أجهزة بعيدة على الماء ما عندها علاقة بالماء بالغسل الجاف ومعننا شغيل الماء الماء كنستعملوه بوحة طريقة قليلة ووعدنا بأننا ستجتمع مع جهات أخرين وغلقى لنا الحل إن شاء الله المعاناة هو أننا تضررنا الناس تضروا الناس من أوصر هشة كي فقد العمال لم يرى الناس نسحبوا ولم يرى الناس الكراءة تراكم الديون تراكمت ولم يرى الناس في هذا الوقت المناسب يعني راه ضاعوا بزرد الناس بزرد الأسر مهددة بالتشرط كنتمنى يشوفوا من حالنا واللقوا لنا الحل ويعطيوا للناس يخدموا الأسبوع كامل أرى الناس متضررة بزرد نحن لدينا السيد المكلف بشؤون الداخلية صراحة الاستقبال كان جيد جدا التواصل كان في المستوى ومعني أستم العمال لقد يعلموا الهموم ومشاكل وممراكم ومراكم وكذلك السؤال الآمن أستمجوا الذين نستخدموا بكل حرية وقدagnaنا واحد المعلومة هو أن المياه موجودة والعرض كثير من الطالب بمعنى نحن نرى الطرق والوسائل لكي نوصلها لنا ونعمل بها هو على العموم كنا نحاول نوصل الفكرة هو أن المحلات الغسل للسيارات لا تستهلك المياه كما هو مروج له بمعنى نرى 65% من المياه و 35% من الماء بمعنى أنا سأتجيني مئتين درهم درهم دي الماء أراها بحلها خدام في دار اقتصادي جدا أنا سأتجيني مئتين درهم دي الماء وعندي لي فاكتور دي لي واحد طوام ولا كتموة أراها الماكسيموم في الدروة كتوصلني تلتمية درهم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبني باش يوصلكم كل جديد